بداية نهنيكم على هذه الخطوة التاريخية برعاية الجزائر ونهني أيضا الجزائر في نفس الوقت شكرا جزيلا وهنيئا لكم كذلك إذن بداية سنتحدث سيد محمد عثمان يعني بعد سلسلة اللقاءات المتوالية يعني نقول أخيرا الفصائل الفلسطينية اجتمعت بالجزائر ووقعت على اتفاق الإعلان الجزائر الذي تضمن سبعة بنود نتحدث على هذه البنود يعني هي محطة مهمة أكثر منها تاريخية أيضا نعم بكل تأكيد بداية نزف إلى شعبنا الفلسطيني المقاوم والمرابط على أرض فلسطين وإلى شعبنا في المنافع وفي المهجر بشرى التوصل إلى إعلان جزائري واتفاق جرت رعايته على الأرض الجزائرية وجرى الاحتفال به يوم أمس في احتفال مهيب ضم جميع أركان الدولة الجزائرية وعلى رأسه من فخامة الرئيس السيد عبد المجيد تبون هذا الإعلان الذي سينهي بإذن الله حقبة من الانقسام وسيدشن حقبة أخرى باتجاه استعادة الوحدة الوطنية واستعادة المشروع الوطني التحرري بكل تأكيد جاء نتيجة تتويجا للمبادرة التي تقدم بها السيد الرئيس عبد المجيد تبون منذ عشرة أشهر تقريبا وكذلك جاء نتيجة لجهود دبلوماسية حثيثة عملت بصمت وبصبر طوال الفترة الماضية في استكشاف نقاط التقاطع والالتقاء بين هذه الفصائل من خلال مبحثات ثنائية جرت بين الطرفين حتى توجد بفضل الله عز وجل في الوصول إلى هذا الاتفاق الذي وقعت عليه كافة الفصائل الفلسطينية المجتمعة في الجزائر خلال الثلاثة أيام الماضية الاتفاق جاء في تسعة بنود فقط للتصحيح وليس سبعة بنود تسعة بنود بالإضافة إلى ديباجة وإلى أيضا خاتمة هي أكدت على مبادئ أساسية في مقدمتها أن الوحدة الوطنية هي الأساس لاستعادة مشروع التحرر كما ذكرت وهي الضمان لوقف حالة التدهور وحالة التراجع في القضية الفلسطينية على المستوى العربي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي وأيضا أكدت على مبدأ الشراكة السياسية حق لجميع فصائل وقواء الشعب الفلسطيني وأن المدخل إلى تحقيق هذه الشراكة السياسية أو الإجراء الأساس لتحقيق هذه الشراكة يكون عبر الانتخابات الشاملة سواء انتخابات على صعيد المجلس الوطني الفلسطيني أو على صعيد المجلس التشريع أو الرئاسة السلطة الفلسطينية يعني هذه من بين الأولويات هذه المبادئ العامة الحقيقة التي ارتكز عليها هذا الاتفاق بلا شك هي مبادئ كان متفق عليها في السابق ولكن هي أكدت على ضرورة إنهاء حالة التفرد وحالة الهيمنة على القرار الفلسطيني وعلى المرجعية الفلسطينية ثم أعطت أيضا أفقا لمحاولة ترميم واستعادة دور منظمة التحرير الفلسطيني الأطار الجامع الذي قبلت به جميع الفصائل المجتمعة ليكون مرجعا للقيادة الفلسطينية أن يكون الكل الفلسطيني منضويا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية وأن يكون ممثلا تمثيلا حقيقيا يعكس أوزان هذه القوى في الساحة الوطنية الفلسطينية واخترحت كذلك آليات بل أكدت على أن هناك إجراءات وآليات لتكريس هذه الشركة السياسية وهي طريقة الانتخابات الشاملة كما ذكر أكدت كذلك بنود هذا الإعلان وهذه الوثيقة أيضا على إعادة كما ذكرت فعالية ودور منظمة التحرير ومؤسساته وتطوير دورها للقيام بأعبائها أيضا هي أكدت على ضرورة تسخير كافة موارد السلطة والموارد المالية لإسناد صمود شعبنا الفلسطيني في الداخل وأخيرا ذكر في آخر بند من هذه البنود أن يتم رعاية ومتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق من خلال تشكيل فريق عمل جزائري عربي وبإدارة وبرئاسة جزائرية تقوم على تقييم هذه الآليات وهذه الإجراءات لتنفيذ خلال المدة المعلنة عنها وهي عام من لحظة توقيع هذا الاتفاق سنترق إلى مختلف هذه النقاط سيد عثمان نتحدث أيضا فيما يخص قبل ذلك نتوقف مشاهدين عدوا لكم مشاهدين من جديد ولا ضيف يا سيد محمد عثمان نطيق رسمي باسم حركة حماس بالجزائر نتحدث الآن فيما يخص رمزية المكان قصر الأمم أين تم الإعلان عن دولة فلسطين وعاصمتها القدس قبل حوالي 34 سنة نتحدث على هذه الرمزية بكل تأكيد المكان له هذه الرمزية المخلدة في ذاكرة الفلسطينيين وفي ذاكرة الجزائريين كذلك عندما اعتلى الرئيس الراحل أبو عمار منصة هذا المكان وأعلن من عليها قيام الدولة الفلسطينية عام 88 في أكتوبر عام 88 أي في نفس الشار تقريبا الذي نحن نحتفل فيه اليوم في إعلان جديد لاستئناف مرحلة جديدة من نضالنا الفلسطيني أو من استعادة وحدتنا الفلسطينية التي ستمكننا من الاستمرار في النضال الفلسطيني ولكن اسمحي لي أن أعبر حتى عن الرمزية الأكبر أو المكان الأكبر الذي أعبر عن رمزية هذا الاتفاق وهو الجزائر بكل تأكيد أن احتضان الجزائر لهذا الإعلان هو بمثابة ضمان له للنجاح كيف ذلك؟ نحن حقيقة لمسنا من جميع المؤتمرين من كافة الفصائل والقوى الفلسطينية في الأيام الثلاثة إرادة صلبة في ضرورة إنجاح الوصول إلى هذا الاتفاق برعاية جزائرية كل المؤتمرين أقروا بأن الجزائر لا تملك أجندة سياسية خلف احتضان هذه اللقاءات وهذا الحوار إلا الإحساس بالمسؤولية القومية والمسؤولية الوطنية تجاه القضية الفلسطينية والاستشعار حقيقة بهذا التراجع الذي يحدث على صعيد المتاجرة بالقضية الفلسطينية ومحاولة تجاوز الحقوق الفلسطينية لذلك كل المؤتمرين والمحاورين في هذا اللقاء كانوا يستشعرون هذه لنقل الشفافية والحيادية والموثقية للطرف الجزائري وبالتالي كانوا أحرص حقيقة على أن يصلوا إلى هذا الاتفاق هل نفهم ربما من كلامك سيد عطمان أن مكانة الجزائر نقول قلصت المسافة بين الفصائل الفلسطينية؟ نعم لكن أنا أريد أن أوضح حقيقة ماذا تعني مكانة الجزائر؟ الجزائر قامت بهذا الجهد على طوال أكثر من عشر أشهر كما ذكرت وبصمت وبهدوء تام وبدون أي رفع للسقوف المتوقعة من هذا الاتقاء بل وأكون صريحاً كنا نسمع في بعض الحالات أننا لسنا تحت ضغط الواقع أو ضغط ضرورة الوصول إلى اتفاق نحن نسعى ونحن نجتهد ونحن نحاول أن نجمع الصف وحاول أن نقرب وجهات النظر لا نتدخل في الأراء لكل طرف الأطراف وهذا حقيقة ما كان عليه سير اللقاءات والأيام الثلاث وقالوا لنا بكل صراحة لن نخجل ولن نشعر بالحرج فيما لو فشلت هذه الجولة في الوصول إلى الاتفاق فكانت حقيقة هذه اللغة الشفافة وهذه المصداقية التي تمتع بها الفريق الجزائري في إدارة هذا الحوار دورا كبيرا في أن تتنازل كل الأطراف عن بعض الحق للوصول إلى الحق الذي يضمن الحقوق الفلسطينية ويضمن استمرار النهج الفلسطيني في الوصول إلى الأهداف الذي يرمو إليه الشعب الفلسطيني من الحرية والتحرير وتقرير المصير هذا حقيقة مهم جدا يعني مهم أن ندرك أن الدولة الجزائرية التي كانت مجتمعة بالأمس كما ذكرت بكل أركانها وكان حقيقة الحديث عن ما جرى رغم أننا نعلم العقبات التي كانت تحيط بهذه العملية ونعلم حقيقة الجهود التي بذلت من أجل تذليل هذه العقبات لم يكن هناك رفع للتوقعات لم يكن هناك مبالغة في الأداء لم يكن هناك محاولة لتوظيف هذا الاتفاق لأي أجندات داخلية أو خارجية هذا حقيقة يعني كان مبعث فخر واعتزاز من الشعب الفلسطيني وكما ذكرت هذا ليس غريبا عن الجزائر الجزائر احتضنت العمل الفلسطيني في محطات عديدة ذكرنا في الثمانية وثمانين وقبلها أيضا في الواحد وثمانين وفي التسعين فهناك حقيقة استعادة نلمس أن هناك محاولة لاستعادة الدور الجزائري في الملف الفلسطيني هذا الدليل حيوية دليل صحة في النظام السياسي والدبلوماسي الجزائري نحن مطمئنون أن ما تم التوصل إليه سيترجم عمليا من ناحية متابعة الإجراءات كما ذكرنا وكما سنفصل لاحقا في مهمة الفريق العمل وأن هذا الإعلان يمكن أن يصبح وثيقة من وثائق التي سترفع إلى مؤتمر القمة العربية المزمعة في بداية شهر نوفمبر القادم بحيث تكون هذه الوثيقة مستندا يسحب البساط من تحت كل من كان يتذرع بأن الفلسطينيون مقاسمون الفلسطينيون غير موحدون للمضي في الأسف في مسلسلات التطبيع وفي أمور تتجاوز الحق الفلسطيني وتذهب بالقضية الفلسطينية في مسارات سياسية خاطئة طيب نتحدث الآن فيما يخص ردود الأفعال العربية بعد هذا الاتفاق اعلان الجزائر نعم يعني مباشرة عقب التوقيع الوثيقة من قبل قادة الفصائل الفلسطينيين أو الممثلين الذين جاءوا نيابة عن قادة هذه الفصائل يعني الأخ القائد إسماعيل هنية رئيس حركة حماس أجرى اتصالات مع عدد من القيادات العربية والإسلامية كذلك يعني أجرينا عدد من الاتصالات مع القيادات في قطر مع القيادة التركية القيادة الإيرانية القيادة بعض المسؤولين المصريين وكلهم حقيقة عبروا عن ارتياحهم لتوقيع هذا الاتفاق ومباركتهم لهذا الاتفاق واستعدادهم أيضا لبذل جهود لإنجاح هذا الاتفاق طيب يعني حتى بعض المتتبعون القضية الفلسطينية يعني يرون ربما أن هذا إعلان الجزائر يمكن أن يتشابه مع إعلان القاهرة أو حتى إعلان الدوحة يعني هل ضمنات والأليات المتضمن فيها يعني في مخص تسعة بنود لإعلان الجزائر يعني يمكن يمكنها أو سيكون لها نتائج أخرى حقيقة هذا سؤال مهم يعني ونسأل عنهم منذ ليلة البارحة منذ ليلة الإعلان عن هذا الاتفاق الناس تقول يعني ما الضامن لتنفيذ هذا الاتفاق وأن لا يكون مصير ومصير الاتفاقات السابقة أنا أقول بكل صراحة وكل وضوح الضمان لا يأتي من بنود هذا الاتفاق فبنود هذا الاتفاق احتوت على الحد الأدنى المشترك بين هذه الفصائل بكل أمانة والتي تضمن تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية في حال لو طبقت هذه البنود أما تطبيق هذه البنود من ناحية إجرائية فهو حقيقة الضمانات تأتي من مستويات ثلاثة المستوى الأول هو حس المسؤولية لدى الشعب الفلسطيني ولدى القيادة الفلسطينية بكل فصائلها وبكل قواها بأن ما تمر به القضية الفلسطينية اليوم ويشكل منعرج خطير في تاريخ القضية الفلسطينية وإن لم نكن على مستوى التحديات وإن لم نتنازل وتتنازل بالأخص السلطة الفلسطينية الممسكة بزمام القرار الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية باتجاه تنفيذ بنود هذه الاتفاق والدعوة على سبيل المثال إلى انتخابات في الآجال المحددة وتنظيم الأمور باتجاه في هذا الاتجاه ودعوة الأطر القيادية والأمناء العامين للتشاور حول آليات تنفيذ هذا الاتفاق هذا الاتفاق لم يحتوي على تفاصيل التفاصيل هو وضع مبادئ عامة ووضع إجراءات عريضة وترك التفاصيل حقيقة حتى يتم تذليلها من قبل الفصائل فيما بينهم قبل السلطة الممسكة بالقرار حاليا هذا هي الضمانة حقيقة الأولى الضمانة الثانية تنبع من المتغير في الواقع الفلسطيني والواقع الخارجي حقيقة نحن نشهد اليوم تغيرا ملموسا في الواقع الفلسطيني متمثل في هذه الهبة الجماهيرية الشعبية والانتفاضة التي تكاد يعني تعم جموع فلسطين عموم فلسطين في الضفة الغربية على وجه الخصوص وفي القدس وفي الثمانية وأربعين نحن الآن أمام واقع جديد هناك حالة مشتعلة منذ بداية الدعوة إلى هذا اللقاء الذي عرفه بالحوار لم الشمل والوضع في الضفة الغربية مشتعل وهناك نسمع على الأقل في كل يوم عن ارتقاء شهيد وإصابة في صفوف الجيش الإسرائيلي البارح كان هناك عدد كبير من المواجهات هذا حقيقة يرفع من معنويات الشعب الفلسطيني الوصول إلى هذا الاتفاق فنحن أمام كما ذكرت واقع جديد هناك واقع دولي كذلك على صعيد موازين القوى يأخذ في التبلور والتشكل بلا شك أن هذا سيشكل أيضا دعما وضمانة للمضي في هذا الطريق الرهان على الممارسات السابقة وعلى المنهجيات السابقة أصبح رهانا فاشلا وشهدنا كيف أن الرئيس فلسطيني محمود عباس قد نعى هذا الرهان في الأمم المتحدة في خطابه أمام الجمعية العامة فهذا بحقيقة يجب أن يشكل ضمانة في تغيير المنهج وفي محاولة الوصول إلى شراكة حقيقية في القرار وفي المسار الفلسطيني للتحرير أما الضمانة الثالثة فهي حقيقة هي ضمانة معنوية تنبع من أن كما ذكرت أن الجزائر يحظى بمصداقية عالية لدى الأطراف الفلسطينية وموثقية عالية وأنه قد قام بهذا العمل بالتنسيق مع أطراف عربية أخرى ذات صلة وثيقة بالملف الفلسطيني وأن هذه الأطراف بالتأكيد ستتعاون مع الجهد الجزائري لتحقيق وتذليل كل الصعاب التي كانت تقف أمام تحقيقه فيما مضى طيب كما سبق وانذكرت سيد محمد عثمان من بين الأولويات فيما يخص البنود ومن أجل توحيد أكثر للداخل الفلسطيني وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ضرف سنة على الأقل هل تعتبر الالتزام بهذه المدة هل يعتبر ربما عقبة؟ التقديري ليس عقبة إذا نحن أبدينا قدر من الإرادة الصلبة والعزيمة على المضي في هذا المسار هذا ليس صعبا لدينا انتخابات تشريعية قوائمها معدة واجتمعت منذ أقل من عام البدء في مسار انتخابي كان من المفترض أن يبدأ في شارب مايو الماضي ولكن توقفت هذه بقرار من الرئيس محمود عباس بحجة عدم إمكان قيام انتخابات في القدس نحن نقول وقد نصت الوثيق على ضرورة إجراء انتخابات في القدس ولكن نحن يجب أن نتسلح اليوم بسلاح العزيمة والإرادة الصلبة لنفرض رأينا ونفرض كلمتنا ولا ننتظر أن يسمح الاحتلال لنا بأن نجري انتخابات في الأماكن التي يقررها بخصوص الانتخابات التي ستجري على مستوى المجلس الوطني الفلسطيني وهذا بلا شك سيشمل منتخبون من الداخل والخارج معظمهم ربما من الخارج نصت الوثيق أيضا على إجراء انتخابات حيثما أمكن إجراؤها ويمكن التوافق ويمكن إيجاد أليات لهذا التوافق لانتخاب أعضاء ممثلين للشعب الفلسطيني في خارج فلسطين عام مدة كافية جدا بل نرى أنها أكثر من كافية كنا نضع إطار ثلاثة أشهر وست أشهر في المرات السابقة لإجراء مثل هذه الانتخابات ويعني نحن توافقنا على هذه المدة وتوافق الجميع عليها بالحد الأعلى أيضا وليس بالحد الأتنى طيب الإعلان أقر تولي لجنة أو فريق عمل جزائري عربي من أجل إشراف على مدى تنفيذ هذه البنود يعني هل يعتبر ضامن لعدم موجود أي انسداد خاصة كما ذكرت في البداية أن الجزائر ليس لها دوافع سياسية وإنما هي نصرة فقط للقضية الفلسطينية نعم أنا ربما أشرت إلى ذلك أن هذا أحد الضمانات حقيقة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق الجزائر يتمتع بعلاقات جيدة مع أطراف عربية ذات صلة وثيقة بالقضية الفلسطينية وعلى وجه التحديد مصر وكذلك قطر السعودية فبلا شك هذا سيشكل عملا مسهلا للمضي قدما في إجراءات تحقيق بنود هذه المصالحة أو هذا الاتفاق كما ذكرت وكما أكدت أنا في بداية حديثي أن الجزائر ليس لها أي أجندة سياسية سوى الشعور بالمسؤولية القومية تجاه القضية الفلسطينية وكذلك المسؤولية القومية بأن الانتصار للقضية الفلسطينية هو إحباط وإفشال للمشروع الصهيوني الآخذ في التمدد في هذه المنطقة فهذا بلا شك يعني عامل يأخذ بعين الاعتبار الدبلوماسية الجزائرية تسعى بكل جهد لمحاصرة الكيان الإسرائيلي لعزل هذا الكيان ونزع الشرعية عنه وبلا شك سيكون هذا الهدف محفزا ودافعا للقيادة الجزائرية وللقيادة العربية لتنفيذ منود هذا الاتفاق والمضي بحالة ترفع من سوية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني حتى هذا الاتفاق جاء بعد انقسام طال أمده بين الفصائل الفلسطينية هل اليوم الفصائل الفلسطينية متساوية أم هناك يجب أن تكون هناك جهة يجب أن ربما نقول بعض الأطراف تقدم بعض التنازلات يعني الكل يعلم أن هناك قطبين للمعادلة الفلسطينية حتى بالأمس تحدث أيضا رئيس المكتب اسماعي الهنية وقال في حال وجود انسداد سنتعامل معه وسنتعايش معه بكل تأكيد أنا كما ذكرت حركة حماس وحركة فتح باعتبارهما قطبي المعادلة الفلسطينية باعتبارهم أحدهم يملك مشروعية المقاومة والآخر يملك مشروعية السلطة أو القرار الإداري هم المسؤولان بشكل كبير على تذليل كل العقبات الرامية لإحداث اختراق في هذا الاتفاق حركة حماس وأنا متحدث باسمها وأيضا أمثلها هنا في الجزائر جاءت إلى هذا المؤتمر والملتقى متسلحة بعزيمة إنهاء هذه الحقبة وبضرورة الوصول على قواسم مشتركة قدمنا وقدم الإخوة في فتح عدد من التنازلات ونكون صرحاء في هذا الجانب نعم كانت الجولات الحوار كانت اعتراها بعض الشد والجذب وكل يرى المصلحة فيما يحاول أن يبديها أو يقره في هذا الاتفاق وفي الآخر وصلنا إلى اتفاق برضاء جميع الفصائل بما فيها حركة يفتح حماس وكان الجميع يعني مصرا على المضي في مرحلة التنفيذ نحن وصلنا إلى منتصف الطريق وصلنا إلى خارطة الطريق نظرية مفضية إلى التواصل إلى حل الباقي كما نقول في التنفيذ وهذا ما ستعكسه يعني إرادة الأطراف في خطوات أو في إجراءات تنفيذ بنود هذا الاتفاق لاحقا طيب هذا الاتفاق أيضا جاء يعشية عقادة القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر في الفاتح هو الثاني من نوفمبر القادم وأكيد يعني القضية الفلسطينية هي محور هذه القمة يعني هل يمكن يعني إعادة أيضا إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة يعني هل يمكن أيضا إعادتها إلى الجامعة العربية وأيضا إعادة بعث التضامن القومي بكل تأكيد نعم يعني الجزائر منذ الإعلان عن موعد هذه القمة وهي كرست إعلاميا ودبلوماسيا أن يكون عنوان هذه القمة هو صون الحقوق الفلسطينية وعادة الزخم والصدارة للقضية الفلسطينية إلى المنابر الدولية بعد أن شهدنا حالة الانحدار والتراجع في هذه القضية الفلسطينية وقامت بجهد دبلوماسي حقيقي على الأرض في الدعوة والترويج إلى أن تكون القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في هذه القمة وأقول هذا ليس مستغربا عن الجزائر الذي كما ذكرنا يعني شهدت مواقف شهدت الفلسطينيون لها مواقف عديدة لنصرة قضاياها والوقوف إلى جانبها منذ السبعينيات بل منذ بداية استقلال الجزائر ونقول أن اليوم نشهد حقيقة استعادة لملف القضية الفلسطينية من قبل القيادة ومن قبل أطراف الدبلوماسية الجزائرية هذا يشعرنا بالإطمئنان بلا شك كما ذكرت هذا الاتفاق سيتم تصعيده إلى مؤتمر القمة العربية بشكل أو بآخر سيتم الحديث على أن ذريعة الانقسام الفلسطيني هم تعود حاضر وموجودة حتى يتخلى الأشقاء العرب عن دعم وإسناد القضية الفلسطينية كما كان يتذرع وكما كان يحتج به في السابق هذه ستسحب البصات وستقطع الطريق أمام كل من يتاجر بالحقوق الفلسطينية ويتجاوز الثوابت الفلسطينية التي وضعها العرب أنفسهم في قمامهم السابقة وهذا حقيقة ذكاء ودليل نج لدى السياسة الجزائرية في أن تملأ الفراغ الحادث في الساحة السياسية العربية بما هو نافع ومفيد لأنه بكل تأكيد إذا لم يكن عنوان هذه القمة الانتصال للحقوق الفلسطينية والثوابت الفلسطينية سيملأه آخرون بالتطبيع وبمزيد من الهرولة نحو التطبيع طيب كسؤال ختامي سيد محمد عطمان أكيد أن الوضع الإقليمي والدولي وأيضا المتغيرات ربما يستلزم أكثر أن يكون الداخل الفلسطيني متوافق خاصة الذين يستهدفون شضوى القضية الفلسطينية من الأجندات بكل تأكيد أنا أشرت إلى ذلك نحن أمام متغيرين اثنين المتغير الأول هو متغير داخلي يشهده الداخل الفلسطيني هذه الانتفاضة التي تأخذ في التمدد والتوسع في كافة مدن وقرى الضفة الغربية بل في المدن الرئيسية في الضفة الغربية في جنين وفي نابلس وفي طوباس وفي الخليل وفي القدس هي رد فعل طبيعي على هذا المحتل الصهيون الذي ما زال يمعن في ارتكاب جرائم التهويد والتشريد وهدم البيوت والاعتداء على الأسرة وحصار قطاع غزة لأكثر من 16 عاما فهذا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ويجب أن يضع كل الفصائل الفلسطينية وكل القيادة الفلسطينية سواء الرسمية أو الفصائلية أمام مسؤولياتها المتغير الثاني كما ذكرت نحن أمام إرهاصات تغير كبير في خارطة أو في موازين القوى في العالم نشهد ما يحدث على الصعيد الأوكراني الروسي وما يحدث من تجاذبات ومدافعة بين الصين وأمريكا وبين أوروبا وأمريكا من جانب آخر كذلك هذا كله حقيقة بالإضافة إذا أخذنا الواقع الداخلي لدى الكيان الصهيوني وما يشهد من حال التشرذم ومن تيه سياسي وعجز عن الخروج بحكومة وقيادة إسرائيلية على مدار أكثر من خمسة أعوام من خلال انتخابات متتالية هذا كله حقيقة يصب في مصلحة القضية الفلسطينية ويجعلنا أمام فرصة حقيقية هذا الاتفاق يقول للفلسطينيين أنكم أمام فرصة حقيقية للنهض بالحالة الفلسطينية وربما لن تتكرر هذه الفرصة هناك ما زال بيئة عربية تساندكم الجزائر رفعت لواء هذه المساندة وبالتأكيد ستقف من خلفها دول أخرى الشعب الفلسطيني مهيئ لالتفاف خلف قيادة فلسطينية أنهم كانوا على قدر المسؤولية أنهم شعروا منهم إخلاصا وتجردا لأهداف القضية وهناك أيضا على الصعيد الإسرائيلي من التراجع كان إسرائيل يعاني من محاولات عزله ومحاولات محاكمة مجرميه لديه انخسامات داخلية وشرذمة داخلية كل هذا كما ذكرت تشكل فرصة للنهوض بالواقع الفلسطيني إن شاء الله نتمنى وننتظر إنجاز هذه البلود على أرض الواقع وتطبيقها وأيضا نتمنى الأمن والسلام لإخواننا الفلسطينيين أيضا وأيضا إن شاء الله قيام دولة فلسطين بجميع أركانها إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله سيكون ذلك شكرا لك سيد محمد عثمان والآن ننتقل بكم مشاهدين مباشرة شكرا لك شكرا لك شكرا لك